عسنا ومرحبا بكم إن شاء الله نتسكوا لتكونوا بخير ولا بيس رشعطيكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة أول حاجة ناخد ثانية من وقت وقت من صلو فاعل حبيب مصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام اليوم إن شاء الله بشنواريكم طريقة الليمون مجفف أو اللومي هذا يمعروف في دول خاصة الشرق الأوسط وإلا دول الخليج يفوخوا به نوع الروز خاصة الكبسة والماندي والصيادية حصيلوا يستعملوا بارش خاصة في دول الخليج كيف ما قلت لكم يستعملوه إذا ده في اليمن في الهند حصيلوا طريقته سهلة وبسيطة لينك ما تشوفوا عندي كعبات متاع قارس من المستحسن القارس متاعنا يكون أخضر الأخضر اليابس هذيك النحوم الشجر يبدأ صغير أخضر ويابس يبدأ ما فيهوش ما من داخل بالنسبة ليا عندي هذي متوفر قلت عليش لا متوفر وعندي برشا قارس هذي كيف ما تشوفوا حطيته في الطباق متاع الفور وبيش نحطه في الشمس يشيح بالنسبة للقارس هذي لازمنا نشيحوه أو الليمون كما يسموه في المغرب حسيله هذي لازمنا نحطوه في الشمس كيف ما تشوفوا هذي بعد ما حطيته في الشمس نخليه ديمة في الشمس ونعرفوا اللي الدنيا باردة هي توا بشي يخذ شوية وقت من المستحسن هذي يكون تجفيف متاعه في الصيف خاطر نعرفوا الليمون يعني الشجر متاع الليمون تعطي مرتين في العام يعني تخرج مرتين في العام الليمون كيف ما تشوفتوله هنا بداء الليمون بدي تبدل اللون متاعه يعني يصفار بكله كل اللون الخضر هذيك الكل ويختفي يبد يصفار ويبدأ ينشف من الماء متاعه خاطر تعرفوا في وسط أكل ما هذيك يبدأ ينشف الماء متاعه كيف ما قلتهم نخله ديمة معرض لأشعة الشمس بيش ينشف فيها كل الماء وتبدوا بشوي بشوي تلاحظو اللي هو بدي تقلص اكل الماء اللي فيه وبدأ يتبدل اللون متاعه كانت تقتلس الحجم هكذا كما لمساة نواليensa بعد ات crochet الش gambler كما تكون من ما الأحوال يتساعد نجري هذا الشرط كما تصور وهو القرص المهم الخTI يتقلص وبداي الشكل متاعه يتبدل كما تلاحظوا هذية الهنا وكل لون الاخضر هذيك اختفى تماما لان القارس متاعنا هذيك نقولوا نحنا يتطبق هكا يولي ضعيف كما نقولوا عليش خطرة كلماء اللي في وسطه هذيك ينشف ويشيحنة بالباهي المهم اللي هنا بشيخلي هذي يديما في الشمس كما تلاحظوا هذي اللون الاخضر هذيك بشيخ تفي تماما لكله بشيولي أصفر ومن بعد اللون بتاعه يغمق من أصفر يولي غمق لانا كما تلاحظوا ماشيين يعني في الطريق صحيح كما نقولوا القارس متاعنا ديما معرض للشمس ديما الحقيقة خطر دنيا باردة كيف ما قلتكم ننشروا في النهار ننشر في الشمس وفي الليل ندخلوا بش ما يهبطش عليه هندي خطر تعرفوا هذي في البالكونة البره حتى تفوق الموتور متاع الكليماتيزور البرة في الشمس حتى تفوق منه وكما تلاحظوا الهنا بدنا نتحصلوا عن نتيجة اللي حاجتنا بها الهنا اكلماء اللي في وسطه بداي ينشف كيف ما تشوفوا وبدأ الحجم متاعه يتقلص واللون متاعه تبدل تماما نخليه لين ينشف جملة ويولي يبس بالقارس مثالين يولي يبس معادش فيه الماء اصلا يعني نتاكدوا منه اللي معادش فيه الماء وبطبيعة تبقى المرحلة الالاخرانية اللي هي بش نحطوه كما تلاحظوا القارس يعني يولي يابس كما نقولوا ويعمل حس المهم تبقى المرحلة الاخرانية اللي هي بش نحطوه في الفور بش نقوله نحنا نطيبوه وإلا نحرقوه كل واحد كيف يساميها المهم بش نحصلوا على اللون الاسود لأنه بعد ما شاحلي القارس هذك أو الليمون شاحلي بالباهي يعني تأكد اللي هو شاح ويبس جملة ما عادش فيها الماء بش نحطه في الفور على درجة حرارة قصوة يعني بش نحط لماكس في الفور ونخليه لين اللون متاعه يتبدل يولي أسود يعني يولي أسود تماما وتوتشفوه بعد ما يخرج من الفور وهذا القارس متاعنا أو الليمون متاعنا بعد تقريبا ساعة هكاكا ساعة ونص حصيلوا النار متاع الفور حطيتها اللوماكس من فوقه من اللوطة شعلته وخليتها اللوماكس بش اللون متاع القارس هذك يتبدل يعني يتحرق الجشرة متاع القارس من برة وهذا اللي حاجتنا به كيف ما قلت لكم عليش حطينا اللوماكس خطر كام بش نحطوه على نار هادية يعني بش يتحرقنا من داخل ماذا بينا نحنا بش نحرقوا اللون متاعه من برة يعني الجشرة بركة من برة نحرقواها هذك اللي حاجتنا به وهذا يكون عنا اللومي متاعنا حاضر سهل وبسيط وكيف ما شفته ما فيهوش برشة مراحل ما فيهوش صعوبات جزت شايحوه في الشمس ووقت ليشيح ونتأكدوا اللي السواء اللي في وسطه هذي كان شفت نحطوه في الفور ونبدلوه اللون بتاعه يعني نبدلو اللون بتاعه أسود ونتحصله على اللومي ساهل وبسيط ان شاء الله يربي الفيديو هذا يعجبكم وان شاء الله استفدتوا منه نتمنى تشجعوني بلايك وكمونتير وما تسوش تبرتاجوا الفيديو مع صحابكم وإحبابكم إذا عجبكم نتقابله في فيديو جديد وفي أمان الله